هل كان يوجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فرق أحزاب؟ يوجد رافض الشيعة؟ لا يوجد إذن لابد أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضو الله عليهم نعم منهجنا طريقتنا هي طريقت النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون لابد أن نحكم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح نعم لا إشكال في أن الإنسان مثلا يدرس مذهب إمامنا الإمام حنيفة رحمه الله نعم لو كان إنهم يدرس مذهب إمامنا الإمام حنيفة رحمه الله من إشكال في التعصوى في أنه يتساعد حتى الحديث الكتاب السنة نعم لو كان يدرس مذهب إمامنا إمامنا يدرس مذهب إمامنا إمام أبو حنيفة رحمه الله هو إمام من أئمة أهل السنة الإشكال في من غيروا بدل من المتأخرين نعم فنحن نقول أدرس ماذا بالمابو حنيفة ماذا بالإمام مالك مثلا لا إشكال في هذا الإشكال في أن نعم الأشياء هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرين الحق حقا ورزقنا اتباع الباطل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلي وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا شكرا لكم